الماء حول نظام وتعليمات التعرفة المائية للعام 2021 موضوع تعرفة المياه وإقرار النظام تم في بداية العام حتى اليوم لم يتم إنفاذه وكان فيه خوف أنه يتم تأجيل هذا الموضوع ويضيع ويضيع ويضع الموضوع تعرفة المياه في فلسطين عائم لهيك كان لابد من عقد هذه الجلسة حتى نعرف في المجلس تنظيم قطاع المياه وين وصلوا في هذا الموضوع شو المعيقات اللي بتواجههم إيش المساعدات اللي هم بحاجة لها لإنهاء حتى نسمع كمان من مزودي الخدمات شو الأسباب اللي لا اليوم خلي هذا النظام غير فعال في معظم عندي مزودي الخدمات يختلف سعر التعرفة المائية من منطقة إلى أخرى وتتمايز في توزيعها دون رقابة أو مساءلة وفي فلسطين تحديدا يزداد الأمر تعقيدا بسبب المطامع الاحتلالية وسعي الاحتلال الدائم لبسط سيطرته على المياه الفلسطينية أهميتها أنه حتى يكون مقدم الخدمي على قناعة بأن النظام جاء ليحقق العدالة يحقق مصلحة مقدم الخدمي ويحقق مصلحة المواطن من نفس الوقت فالأهمية الثانية أنه حتى نبين أنه قد يكون فيه إشكاليات وفيه عقبات في طبيق النظام ولكن بالتعاوم بين مقدم الخدمة وسلط مياه والمجلس سيتم بإذن الله تغلب على هذه العقبات يعني حتى الوقوف على العقبات ممكن أن تكون موجودة في طبيق النظام ونكون جاهزين حتى نحل هذه العقبات معالجة قطاع المياه وتطويره قد يكون ممكنا بإيجاد وسائل بديلة كحفر الآبار وتوعية المجتمعية بالسلوكيات الرشيدة التي تمكن الأفراد من ترشيد الاستهلاك وهو ما يساهم بحل الإشكالية ولو جزئيا الجلسة هي محاولة لوضع أسس لتنظيم قطاع المي ووضع أسس لموضوع تسيئة المي حتى يكون عادل بما يراعي مختلف احتجاجات المواطنين الأسسية في الموضوع فضل أنه فيه أزمة برأيي كمان فيه شق لم ينقش خلال الجلسة لكنه مهم كيف نطور قطاع المي حتى يكون فيه موارد مي أكبر للمواطنين فضل أنه احتلال وخفز عنها كما في حفل الآبار ووصول مصادر المياه الطبيعية نظام وتعليمات التعريفة المائية للعام 2021 لم يشر إلى عنصرين مهمين في هيكلية التعريفة وهما أسعار عدادات المياه ورسوم الاشتراك إضافة إلى عدم اجتماله على سياسة تسعيرية توجيهية تتعلق بتعدد أو تنوع مجالات ممارسة القطاع الاقتصادي أو الجوانب المتعلقة بالمواقع الجغرافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة